أحباء الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الجمعة التي قد توافق اليوم السابق لليلة القدر أو اليوم اللاحق له وقد تكون الجمعة الأخيرة أو اليتيمة في هذا الشهر الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة جمعة الخير وجمعة البر جمعة اجتمعت فيها كل عناصر الطاعة من ناحية الطاعة فأنت على صيام ومن ناحية الصلاة فالحمد الله صلينا العصر فنحن على وضوء ويوم الجمعة في ساعة إجابة ويوم الجمعة من الأوقات المباركة وشهر رمضان الذي أنزنا فيه القرآن وقد تكون مصاحبة لليلة القدر يعني معنى ذلك أن نحن في بركات ما بعدها بركات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يكرمنا بالعفو والإحسان والمنة والفضل والعفو والغفران برحمة منه إنه سميع قريب مجيب الدعاء صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في كل واقة وحين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها يا ربنا أمراضنا وترحم بها يا ربنا أموتنا وتغفر بها يا ربنا ذنوبنا وتستر بها يا ربنا عيوبنا وترد بها يا ربنا الظالمين عنا وتنصر به يا ربنا المستضعفين منا اللهم إن نسألك أن تبلغ نبيك وحبيبك ومصطفاك منا السلام وأنت خصه منا بالتحية والصلاة والإكرام اللهم أوردنا حوضة اللهم أمدنا بمدده اللهم امنحنا بركته اللهم ارزقنا زيارته على آناء الليل وأطرف النهار يا رب العالمين اللهم أبلغه سلامنا وأعلمه مقامنا واجمع في الجنة بيننا وبينه وبيننا اللهم جازي عنا خير الجزاء اللهم جازي خير مجزيتنا بيا عن أماته ورسولا عن قومه اللهم وصقنا من يده شريفة شربة هنئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا به يا رب في مستقر رحمتك اللهم جازي عنا وعن والدينا وعن الأمة جمعاء خير الجزاء يا أكرم الأكرمين اللهم شفعه فينا يوم الزحام واجمعنا معه في خير مقام وارزقنا زيارته على الدوام وامن علينا برؤياه في المنام وأكثر عليه يا ربنا الصلاة والسلام صلاة والسلام عليك يا سيدي وتاج رأسي يا نور بصري وذهاب همي وغمي وكربي يا رسول الله يا سيد الأولين يا سيد الأخرين وعلى آلك وأصحابك وسلم تسليما كثيرا مبركا فيه اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين شكرا